طلبت المعلمة أن يأخذ كل طفل تفاحة ويأكلها في مكان لا يراه فيه أحد وبعد الأكل يحكي كل واحد أين أكلت تفاحة تامر أكلت تفاحة فوق السطح ولم يكن معه أحد وأحمد أكلت تفاحة في الصحراء وليس معه أحد خالد أكلت تفاحة في حديقة ليس فيها أحد أما مالك لم يجد مكان لا يراه فيه الله فأتى بالتفاحة في يده وقال في كل مكان الله يراني قالت المعلمة بارك الله فيك يا مالك الله يراني في أي مكان لأن الله بصير